بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف مخلوق سيد المرسلين وعلى آله وصحابة الطيبين الطاهرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نجتمع اليوم من جديد ونتحلق حول مائدة القرآن عسى الله أن ينفعنا بمدارسة كتابه واستنزال رحماته إنه ولي ذلك والقادر عليه وقفنا في الحلقة الماضية عند قوله عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صنف المولى عز وجل هؤلاء المقربون بأنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وتعدت الأقوال في ذلك وذهب كثير من العلماء بأن لكل أمة سابقون كثر في الأول وسابقون قلة في الأخير وصفهم ربهم جل وعلا بأنهم على سرر منسوجة بالذهب وهو من كمال النعيم ومن كمال اللذة أنهم متقابلين يطوف عليهم غلمان صغار دائمون معهم لا ينصرفون عنهم بكل ما لذة وطعب من المأكل والمشرب وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هؤلاء أحبة في الله الذين كانوا في الدنيا يطوفون على المساجد وعلى مجالس العلم وعلى المستشفيات ودور الأيتام ويكفكف دموع الأرامل ويمشون في قضاء حوائج المحتاجين وفي كل فج عزمهم سيار في هذا اليوم جاء دورهم ليطاف عليهم بأنواع الفاكهة وأنواع اللحوم ولا يتوقف نعيمهم في طعام وشراب بل هناك المزيد حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاهم الله بهذا اللؤلؤ المكنون لأنهم كانوا من أصحاب الأعمال المكنونة المستورة الخالصة لله عز وجل ما كانوا من أهل رياء ولا سمعة أناس إذا عرفوا تنكروا وإذا عرفت لهم كرامات أنكروا لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيم إلا قيلا سلاما سلاما نعم أحبتي يقال لهم سلاما سلاما لأنهم عاشوا في سلم مع أنفسهم ومع أرواحهم ومع خلق الله كانوا من أهل النفوس المطمئنة والقلوب الطاهرة لم تعمرها الدنيا أبدا علموا أن الدنيا ممر وليست مقر إن لله عبادا فطنى طلقوا الدنيا وخافوا الفتنى نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة ثم يستطرد القرآن في وصف نعيم أصحاب اليمين فيصفهم أنهم في صدر مخضوض يعني الصدر المخضوض أنه صدر بدون شوك ويسأل سائل ما هو الجمال الموجود في شجرة الصدر حتى يجعلها ربنا عز وجل من شجر الجنة والجواب يأسين من القرآن الكريم عندما تكلم سبحانه وتعالى عن صدرة المنتهى حين رأاها المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وقد غشيها من الجمال والكمال ما غشيها وهي خارج الجنة فما بالنا بالصدر الذي يكون داخل الجنة وطلح منضود شجر الموز وظل ممدود بل وظل شجرة واحدة يجلس تحتها أعداد هائلة من أهل الجنة وماء مسكوب أو دية وأنهار وشلالات من المياه والعطور وفاكهة كثيرة لا تنقطع بالمواسم ولا تمنع بقلة الإمكانيات كما هي الحال في الدنيا ثم يزداد نائمهم بالمتعة بأزواجهم العرب الأتراب فوق الفرش المرفوع عاملهم الله بفضله ولم يعاملهم بعدله لأنهم ليسوا من درجة السابقين المقربين فهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا كانوا من المقتصدين ولكن الله عز وجل ختم لهم بالحسنة حين ألهمهم التوبة والإنابة إذا قال العبد يا رب قد أذنبت قال الله يا عبدي وأنا قد سترت وإذا قال العبد يا رب أنا قد توبت قال الله يا عبدي وأنا قد قبلت وغفرت فاللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغفر زلتنا اللهم يا رب الإسلام وأهله تبتنا على الإيمان حتى نلقاك به وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر